رسائل مهمة من الدولة المصرية بخصوص لبنان تعليقك يعني الرسائل المصرية كانت منذ اليوم الأول للحرب عندما أدركت القيادة السياسية في مصر أن هناك مخططات من جانب إسرائيل لأولا اعتبار هذه الحرب هي حرب طويلة وممتدة وهذا ما جاء على اللسان العديد من المسؤولين سواء السياسين أو العسكرين كان جزء منها من توصيل رسالة طول أمد الحرب وتوصيع نطاقها أن إسرائيل تستعيد قيمة الرادع للإستراتيجي المفقود لأن ما جرى في 7 أكتوبر هز موضوع نظرية الأمن القومي الإسرائيلي اللي احنا كنا بنقول عليها في سنة 73 جيش الإسرائيلي ديوكر تقررت بعد خمس عقود لكن هنا التهديد لم يأتي من جيوش نظامية تقليدية وإنما جاء من حرقة مسلحة مدونة دولة وبالتالي الهدف من التصايد هو استعادة عملية الرادع للإستراتيجي المفقود النقطة الثانية أن إسرائيل تعتبرها نافذة فرصة بأنها تخوض ودي مرتبطة بالنقطة الأول أنها تخوض حرب على عدة جابهات وسائل الإعلام الإسرائيلية ومراكز وبنوك التفكير فيها تعتبر مسألة حرب بين الحروب يعني هي لا تخوض مواجهة مع حركة حماس داخل قطاع غزة داخل أقليم جغرافي معين لكنها تخوض في جابهات متعددة وبالتالي ده المسألة تمتد لمواجهة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تواجه حزب الله على الجابهة الجنوبنانية تواجه ميليشيا الحوسيين في اليمن تواجه الميليشيات الشعائية في سوريا والعراق وتواجه محور المقاومة بقيرة إيران والتالي بتتكلم على حوالي سبعة حروب ولذلك استخدمت التعبير حرب بين الحروب النقطة التالتة إن مسألة الاستمرار في العمليات العسكرية وتصعيد على جابهة أخرى مع إرباك المفاوضات السياسية ده بيدخل في صميم النسق العقيدة البنيامين نتانيو أولا هو لا يريد اتفاق ولا يريد وقف الحرب خاصة وإن بمرور الوقت نحن على اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بنتكلم في حوالي سبعين يوم شهرين وعشر تيام فهو يريد الاستمرار هو يريد حتى يمكن الوصول إلى إلى إن القادم أو ساكن البيت الأبيض الجديد هو الدول للترامب وبالتالي مساحة توفقاته هتكون أكبر أو كمال أهارس أو كمال أهارس أنا بكلم على نظرية احتمالات أو في الحاجة السياسات تقريبا بتبقى واحدة لكن الفرق هيبقى في الدرجة يعني مسألة إبداء نوع من المرونة وتقديم التنازلات بالنسبة لأهارس ستبقى أكتر مقالنة بترامب موضوع عدم الحديث بتاتا عن موضوع حل الدولتين كامل أهارس المرونة ستبقى أكتر بالنسبة للدول العربية وبالنسبة لفلسطين يعني تملي الحزب الديمقراطي يعني أقصر أو أقل إنحيازا لإسرائيل فيما يترتبط به يسأل كثيرا زي ما بيقولوا هو الجمهوري يقدم الدعم بدون أسئلة بالضبط لكن الديمقراطي يقدم الدعم ولكن يسأل عن حقوق الإنسان ولكن يقدم الدعم نعم